السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين النهاردة بقدم لكم كيكة الأوريو الهشة الجميلة والطعم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله في قمة الجميل تابعوا معنا مقدرنا إن شاء الله أنا هستخدم عشرة من الأوريو يا جماعة باسم اللازم حضرتكم شايفين معايا بس هستخدم أحطه في الكابة 9 وهسيب واحدة في جنب كده للتزيين تمام؟ في متاهة السهولة كيكة الأوريو تبقى هشة وجميلة أتمنى تجربوها بالطريقة بتاعتها تعجبكم بإذن الله كيكة بصراحة كانت في قمة الجمال ما شاء الله ولا قوة إلا بالله عايز أقول لكم بارتك لو أنتم حابين أنتم تطحنوا الأوريو بالكيس بتاعه عادي يعني اللي حابب مثلا يبقى خشن شوية مفيش مشكلة بس أنا بصراحة حباها تكون أناعم شوية زي الطحين كده وهستخدمهم بباشرة في الخلطة بتاعتي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أنا بوريكو هوت إن هي خلاص اقتربت على التجهيز والحمد لله جميلة جدا ما شاء الله وبعد ما تحنت الأوريو الحمد لله رب العالمين وبقى شكله وقوامه بالشكل اللي حضراتكم شايفين ودلوقتي بحطه في طبق وبجهزه في جنب كده وببدأ ايه أشتغل بقية المكونات أمامكم إن شاء الله عندي ثلاث حبات من البيت زي ما حضراتكم شايفين أنا دلوقتي يا جماعة هفصل البياضة عن الصفار تمام أنا بحب بصراحة في معظم الكيكات عندي بعملها بالطريقة دي الطريقة دي بتبقى بتخلي الكيك عندي هشة زيادة عن اللزوم وبيبقى يعني حاجة كده خفيفة جدا ولذيذة وأنا بحبها بصراحة تمام فمعظم الأوقات بحب بعمل الطريقة دي بصراحة جميلة جدا بافصله زي ما انتوا شايفين كده ومشاء الله ولا قوة إلا بالله وبحط طبعا الصفار في طبق تاني وهبدأ هتشوفوا معايا بالتدريج أنا بعمل إن شاء الله بالخطوات أمامكم تمام بالشكل اللي حضرتكم شايفينه ده ما شاء الله ولا قوة إلا بالله عايزة بس أقول لكم معلومة يا جماعة أنا دايما بحب أذكر ربنا سبحانه وتعالى في الفيديوهات بتاعتي لإني أنا بحب كده أو طبيعتي كده في المطبخ بتاعي لإني ذكر الله سبحانه وتعالى ده أجمل حاجة في الكون وبعدين بيعطي بركة مش معنى لأنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى وأقول بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله إن أنا أظم مثلا إن حد من متابعيني إنه هو حسدني ولا حاجة لا دي طبيع فيه ربنا يا ربي يجعلنا دايما من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات آآ برجع معاكو زي ما أنتوا شايفين إن أنا بخفق البيض ما شاء الله ولا قوة إلا بالله بستخدم آآ من السكر نص كوب من السكر يعني أنا استخدمت ما يعادل خمسين جرام من السكر طبعا إحنا عارفين الأورو يا جماعة بيبقى فيه أصلا سكر والكريمة بتاعته فمش محتاج لأنت تزود سكر حابة تستغني عن السكر ما فيش مشكلة حابة تحط الكمية لأنا حطتها عادي خالص براحتك دلوقتي زي ما أنتوا شايفين برتك باستخدم معلقة صغيرة من الفانيليا إحنا عارفين الفانيليا بتعطي نكهة جميلة جدا ما شاء الله وبظل أخفق في البيض لحد ما يصير قوامه ما شاء الله ولا قوة إلا بالله كريمي جميل جدا شايفين القوام ما شاء الله بوريكو هوات وبعمل بالمعلقة قدامكو بوريكو القوام في قمة الجميل ما شاء الله ولا قوة إلا بالله زي ما قلتلكم أنا بحب الطريقة دي جدا لأنها بتعطي هشاشة حلوة جدا في الكيك شايفين ما شاء الله حلوة جدا أنا باخد طبعا شوية من البيض بس قبل ما أخد شوية من البيض ببدأ إيه أخفق الصفار وبحط عليه نص معلقة من الخل تمام إحنا عارفين طبعا إن الخل إيه بيقضي على ريحة زفارة البيض وكمان بيدي هشاشة كمان في الكيك تمام حبة برضك تستغنوا عن الخل عادي ولكن أنا حطيته زيادة عندي كده وبيبقى جميل هستخدم خمسين جرام من الزبدة لو ما عندكيش زبدة ممكن تستخدم زيت نباتي نباتي بنفس الكمية تمام وما تخافيش لما تلاقي الزبدة معاك حصل فيها تكتلات عادي ما كده كده هتبدأ تسيح في الفرن عندك هستخدم مية ما يعادل من المية نص كوب من الماء نفس كمية المية نفس كمية الزيت تمام الزبدة قصدي خمسين جرام من المية وخمسين جرام من الزبدة وببدأ أخفق كل مكونات زي ما حضراتكم شايفين معايا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله زي ما قلتلكم ما تخافوش من شكل الزبدة وهي كده هستخدم نص معلقة صغيرة من كربونات الصودا ومعلقة كبيرة من بيكنج بودر زي ما حضراتكم شايفين معايا ما شاء الله ولا قوة إلا بالله وببدأ أقلب شوية شوية في الخليط بتاعي زي ما حضرتكم شايفين معايا كده بسم الله ما شاء الله جميل جدا وزي ما قلتلكم عادي الزبدة في التكتلات بتاعتها ده كله هيبدأ ايه يروح وهيسيح عادي ما فيش مشكلة خالص ببدأ دلوقتي اجيب ايه شوية من البياض البيض اللي انا خفقته وبقلبه شوية شوية وبالتدريج على اساس يندمج مع بعضه وبحيث بعد ما خلص الكمية كده بالشكل ده ما شاء الله شايفين قوامه كده ممتازة هوت جميل جدا وببدأ ايه اروح انا حطاه على بقية البياض كله ومشاء الله بوريكم القوامه هوت مشاء الله بحط كل البياض كل الكمية اللي انا من الخليط اللي اعملت وجهزت على بعضي كده مشاء الله بحطه زي ما انتم شايفين معايا يا جماعة وبقلب شوية شوية اهم شيء في التقليب ان انا ما زودت مش ازود معزرة يا جماعة في درجة التقليب شوية شوية تمام علشان الهوى ما يطلعش من البياض واحنا عارفين كده الموضوع ده كلنا الستات البيوت والبنوتات الصغيرين انا اتكلمت في الموضوع ده كتير وطبعا انتم طبعا الكلام ده بيبقى مقرر فانا بقرروا لايه على اساس نتذكر مع بعض ودلوقتي يا جماعة انا بحط بقى طشين القرول انا طحنا قبل كده وطبعا بقلب من تحت الفوق زي ما انتم عايزين ما فيش مشكلة ممكن ايه لو انتهت قلبي دير ميدور عادي المهم يكون تقليبك في اتجاه واحد تمام بوريكم القوام جميل جدا ما شاء الله ولا قوة الا بالله دلوقتي الخليط بتاعي الحمد لله رب العالمين جاهز طبعا انا مشغال الفرن بتاعي على 180 درجة انا دلوقتي استخدمت الصينية بتاعتي ومحطتش فيها لا سمنة ولا زبدة ولا دهنتها ولا اي حاجة حطت فيها كده ولكن يا جماعة عايزة اقول لكم بس ملحوظة يفضل ان انتم تحطوا تدهنيها بالسمنة او الزبدة او تحط وراء الزبدة عادي بيبقى اسهل لك لو انت مستعجلة بحيث تطلعها بسرعة لو عملت زي حالاتي كده لما انا حطيت بالشكل ده لازم قبل لو انت هتطلع الكيكة من الفرن اللازم لازم وضروري تسيبوها لما تبرد خالص وتبدأ تقلب الكيكة بتاعتك لان بصراحة انا كنت مستعجلة فطلعتها وقلبتها فايه عملت لي يعني مثلا اللازقت شوية من النص لاني طبعا انا بقلبها وهي سخنة فانت هتعمليها لو انت عملتها بالطريقة دي لازم تحطها في مية بردة وتبدأ تقلب الكيكة بتاعتك ادي الكيكة بتاعتي بعد ما حطتها في الفرن بعد حوالي تقريبا ساعة الى ربع بسم الله مشاء الله والاقوة تقلبلا جميلة جدا وكانت هشة ودلوقتي يا جماعة بجهز معاكو الكريمة بتاعتي بستخدم فيها اربع من دريم ويب زي ما حضراتكم شايفين هستخدم عليها مية ملي من الماء الماء طبعا البارد جدا يعني طالع من التلاجة تمام مشاء الله ولا قوة تقلبلا وببدأ احط المية زي ما انتم شايفين كده وبخفق بضل اخفق فيه لحد ما يعطيني القوام الكريمي الجميل جدا جدا المشاء الله زي ما انتم شايفين كده بالتدريغ تمام احمل بعيدنا على الاساس ان انا هبدأ احط الكريمة ودلوقتي م شاء الله والاقوة تقلبلا احط الكريمة بتاعتي سهلا جدا توزهها بالمعلاج السليكون مفيش اسهل ولا ابسط من كده بصراحة انا دايما بحب اللي انا ازين تدين بسيط جدا بس يعطيني الجمال والشكل اللي انا حباه مفيش اسهل من البساطة يعني كل ما الحاجة تكون بسيطة كل ما الحاجة بتبقى خفيفة ودماء خفيف وكمان لذيذة مشاء الله شكلا وطعما وكل حاجة زي ما انتوا شايفين مشاء الله سهل فعلا اللي انت توزع بالمعلقة السلكم في منتهى السهولة شايفين يا جماعة جمالها شايفين حلوتها بسم الله مشاء الله ولا قوة الا بالله بجد بجد عجبت الاولاد وعجبتني شخصيا واللي عجبني في الموضوع كله ان هي كانت سهلة في توزعها والزينة بتاعتها وطبعا يا جماعة انا بقول لكم ان الزينة دي بتبقى اختياري يعني انت حابة زياني باي طريقة حابة تقطع الكيكة نصيا وتعمليها تحشيها مفيش مشكلة بتبقى جميلة ولكن بصراحة انا دايما في وصفاتي بحب السهولة وحب خلص كل حاجتي بمنتهى السهولة تمام وان شاء الله اكيد في مرات جاية بعملكو الكيكة بالطرق المختلفة والطرطات الحلوة باذن الله ومشاء الله ولا قوة يلا بالله بعد ما هرست طبعا القريو في الكيس بتاعه بدأت اوزع في جوانب الكيك كده ما شاء الله شايفين الشكل بصراحة والله جميل جدا ما شاء الله في نظري صراحة يعني معرفش بقى في نظركو ايه طبعا زي ما انا قلت الزينة دي بتبقى اختياري حاجات المهمة ممكن تكون حاجة بسيطة جدا بس اعطت شكل ودكور حلوة جدا تمام شايفين جمالها شايفين حلويتها بصراحة روعة طبعا بذكركم يا جماعة الملاحظات اللي انا قلتها في الكيك لما انت تحط الكيك يفضل زي ما انا قلت لو انت هتحطيها من غير سامنة في الصينية او تحطي ورق زبدة يفضل ان انت تسيب الكيك بتاعتك في الصينية لحد ما تبرط خالص وبكده الحمد لله رب العالمين وصلنا لنهاية الفيديو وكانت الوصفة جميلة ان شاء الله اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى كل وصفاتي اللي بقدمها في القناة تكون تعجبكم وانتظروني في فيديو اخر قريبا باذن الله تبارك وتعالى ولا تنسونا في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس يا جماعة مهم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته